اشتركوا في القناة 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 3DO كان عليها ألعاب يعني.. ما أدري شون يعني.. يعني كان عليها ألعاب أكثر اللعب ألعبت عليها لعب طيارات 3D كانت حلوة حيل عرفت شون.. بس الشي الغبي بال3DO أنك لازم تربط كنترول بكنترول وتلعب مع بعض ما كان فيه بورت ثاني حق الكنترول بعد.. طبعا 3DO التلعب بالسيجا سايترن شوية كانت فيه ألعاب بالسيجا سايترن كانت حلوة يعني.. بعدين.. لفيت على جهاز النيتندو 64 قاعد تلعب ألعاب النيتندو 64 مثل ماريو 64 عندكم.. لعبة.. ما أدري شون اسمها.. أحاول.. حاول.. شو أنا.. حاول تذكر اسم اللعبة ما أدري شون اسمها.. بس طريقتها شلون.. أني كنت تكسر المباني ما تخلي السيارة هذي اللي فيها نوي يعني تدعم المباني والتفجر لازم تحط قدامها جسر بعدين بعد ما تخلص تنزل من السيارة تروح تركب آلي الآلي هذي يكسر المباني يعني يكسر مباني أقوى وفي بعد تركب شغلات ثانية تركب غيطار كانت لعبة حلوة وكانت أحسن لعبة عن نيتندو سيكسي فور اللي هي تورك تو سيد أوف إيفل طبعا تورك تو كانت لعبة أول في لعبة اسمها فرست برسن يعني حسيت أنها صح فرست برسن لأن كنترول نيتندو سيكسي فور شوية كان غبي ولكن كان حلو بالنسبة لي يعني كل الناس تنظر لأنه غبي بس بالنسبة لي أنه كان حلو من ناحية الانالوجستيك يعني يقولون هم أول جهاز طلع عندنا فيه اانالوجستيك ما توقعت شي هتوقع هو الأركيد اللي سبك للسالفة هذي إنه 8 دريكشن يعني على سبيل المثال عندكم نيو جيو نيو جيو الجهاز أنا ما اشتريته يقولون يعني ما اشتريته ولا سمعت فيه قبل يعني حيل يقولون أن شرطة الكاردريج غالية يعني فعلا يعني هيا كانت أقوي Oيام السبب نيتندو و السيجا جانسس أو السيجا مي كدرايف كنا نلعب لعب تورك و لكن النات بلاير كان حلو، ممتع في ناس طبعا اكيد يمكن لعبوا نيتندو سكسي فور يعني حبوا لعبة بنيتندو سكسي فور وهي غولدن اي ما لعبت للامانة غولدن اي ولكن لعبت لعبة ثانية اسمها بيرفكت دارك زيرو كانت حلوة اللعبة هذي بيرفكت دارك زيرو كان الموتبلاير فيها حلو وطبعا تعرفون من اللي مشتغل على التوراك 2 تعرفون مترويد برايم اللي هو ريترو ستيديو اللي يشتغل مؤخرا على لعبة دونكي كونك كونك كونتري روتين طبعا هو كان اللي يشتغل على التوراك اللي هو اعتقد اسمه انجوانا او شاي الستيديو ممهم قل نعطي سكب حق نيتندو سكسي فور الجهاز اللي اذهلني صد صد اذهلني اللي هو نيتندو سيجا دريم كاست السيجا دريم كاست يعني كان جهاز حلو 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 بمعنى الكلمة لعبنا شينمو لعبنا ريزدنت ايفل كود فروينكا كان يعني احس ان كود فروينكا كان السمفونية صراحة يعني بمجال يعني يعني بجزء يعني باجزاء رزنت ايفل او شاي كان غرافكس حلو كان الفويس اكتنق كان ممتاز الغرافكس كان ممتاز طريقة هداء تحكم سيجا سايترن كان ممتاز اه طبعا targets لعب تلعاب واجدة على سيغا دريم كاست منهم اتذكر زومبي روفنج زومبي روفنج كانت لعبة حلوة و سول كاليبر اول ما انزلت على سيغا دريم كاست كنت قاعدة لعبها حلوة حلوة لحد الان يعني ذكرات هذه ما رح تنساها وبعدين داشتنا على البلاي ستيشن 2 يعني البلاي ستيشن 2 انا ما لها شرح يعني ما اقدر اعطيكم عنها شرح لانكم انتم عارفين شن البلاي ستيشن 2 بالنسبة لكم انتم ميرجيمر ساعت نتالي الجزء الثاني ساعت نتالي الجزء الثالث ميتل جير الجزء الثاني زون الفد اندرس اههه كلاك تاور اههه شنو بعد. هونتن جراوند اههه رزينت ايفل اوت بريك رزينت ايفل داد ام ألعاب واجد لايه على البلاي ستيشن 2 يعني غير غير اتركها الألعاب اللي يعني ما ذكرتها فيها فيه ألعاب يعني اللي ما ذكرتها هم بعد يعني عجوبة بعد ثم بعد بلاي ستشن 2 حولت على طول الجيم كيوب والسببة لعبت ريزينت ايفل ريميك و ريزينت ايفل زيرو و ريزينت ايفل 4 هم بعد كانت ريزينت ايفل زيرو كانت يعني ريزينت ايفل 1 كانت عجوبة يعني كانت صج 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 عجوبة يعني يعني صج ابدع فيها شنجي مي كامي انه سوى ريميك وحطلك اماكن جديدة مثل المكبرة اي اعتقد فيه اكثر ممكان حطا يعني حطا جديد فيه اكثر ممكان البلكونه اللي تحسوا فيها صفارة التلتشاة او صفر للتشاة بعزكم الله اساس تاخذ من عندها من فتاح اللي بطاقة اساس تحطها للدرعو وتذي يعني ذكريات حلوة كنا قاعدين نعيشها ولا زلنا لحد الحين يعني اوكي بعد الجيم كيوب رحت للكس بوكس بعد الإكس بوكس رحت للإكس بوكس ساعة 160 إلى اليوم هذا السمرينة ليش ما قاعدين نترك الجيمينج يعني لحد الآن ما قاعدين نترك الفيديو جيمز واحد السبب أنك خلاص إنسان تعوت على الفيديو جيمز لحد الآن قاعدت تطلع لأن كل جيل قاعد يصير الفيديو جيمز أحلى ولكن بنظر الجيل هذا خرب لأنه من كثرة ألعاب الف بي اس يعني فعلا فيها ألعاب الف بي اس حلوة فيها ألعاب الف بي اس مع الهدائي المفروض يكثرون يعني الثرد برسن هم بعد يعني لعب دور ثاني والريسين جيم أعتقد لها يعني فيها ألعاب واجد من أنواع معينة ما أخذت حصتها يعني من الجيل هذا يعني عندكم مثل حسب المثال مثل يعني سالين تهيل سالين تهيل يعني معروف أنه زوايا كاميرا ويكون ثرد برسن يعني ثرد برسن منظور الثرد برسن ولكن يعني ما أدغنوا الشي يعني شوفوا تطوروا تغنية وما وصلوا للمتعة اللي احنا نبيها عرفتوا شلون يعني مع ذلك انه صارت يعني يعني صارت فيها ألعاب حلوة صرنا نحب الحين ألعاب حلوة صرنا يعني حين صرنا عشاق ألعاب يعني الألعاب الحالية بالجيل هذا مثل Dead Space مثل Dark Souls مثل على سبيل المثال الحين صار عشاق Halo Gears of War أنا تغريبا يعني أحب ألعاب يعني ألعاب عندكم مثل لعبة كان ديمت أتمنى يعني أني أشوفوا الجزء الثالث حق لعبة كان ديمت لأن اللعبة كان ديمت ممتازة صراحة فيها ألعاب واجد يدي أشوفها يعني سواء تكون يعني ريميك أو تكون سيكول أو تكون بريكول ولكن يضبطون الأداء أن المطور الياباني يمسك أهو الموضوع كله أن إحنا متى نترك الفيديو جيمز هذا السؤال طبعا هذا السؤال اللي أنا راح أطرحه لكم أنا عن نفسي ممكن ما أترك الفيديو جيمز عندي فعام فانتسي أوراين 14 راح يجيع بلاي ستيشن 3 آخر السنة هذه عندكم ألعاب واجد عندكم يعني ألعاب اوجد حد الآن وانا قاعدة تطلع الحين حق جهاز الوي يو جهاز الوي يو يعني بذات الثورة اني ودي ألعب اللعبة زومبي يو واندفور انا وان اتقد اسمها واندفور هيرو أو شيء او انا وان في ألعاب واجد لازم لازم يعني يعني إحنا كيامر لازم نلعبها يعني قبل لا يعني قبل لا يعني يعني اعتقد الجيل الغادم رح يكون مجنون صراحة بنظري رح يكون مجنون ويمكن ما نترك الفيديو جيمز يمكن اتوقع النفسي أنا اترك الفيديو جيمز بعمر الخمسة وثلاثين اعتقد او اثنين وثلاثين او ثلاثة وثلاثين لان الفيديو جيمز خلاص توسع الحين صار اقوى مجال انترتيمين يعني اكثر من مجال الافلام عرفت شون يعني الناس صارت الحين تشتري الفيديو جيمز تسوي الى بري اودر او تسوي الى داونلود لان صار الفيديو جيمز اوهو يعني سيد القمة على مجال الانترتيمين وفعلا انا عارف ناس كبار لحد الحين يلعبون الفيديو جيمز يعني عمارهم اه ثلاثين اثنين وثلاثين ثلاثة وثلاثين يعني انا عارف الناس يعني الحين انا عمري سبعة وعشرين سنة بعد الشهد ثمان وعشرين سنة ما ادري اكمل الفيديو جيمز او اوقف اطال حموم الدنيا اطال امور الدنيا الاخبار والتالي انا ودي انسى الدنيا يعني انسى امور المصيبة هذه ودي اعطي نفسي بس متعة عرفت شون يعني انحينا تقعد تقلب بالجرائد والامور هذه اكيد راح تاخذ هم وغم انا اقول لك وسع بالك مع الفيديو جيمز اوووووووووووو worried وبركاته